الرقابة على النماذج اللي هي Control Over Modeling طبعا الرقابة على النماذج من الأمور الرئيسية المهمة فالغاية من الرقابة على النماذج هي عملية مراقبة وتخطيط وتصميم وإنتاج وتخزين جميع النماذج وتحكمها لأجل تحقيق هذه الأهداف طبعا خلال هذا الفصل سوف نتعرض إلى أهداف الرقابة على النماذج ما هو أهدافها برنامج الرقابة ما هو البرنامج المتبع في عملية الرقابة على النماذج وإدارة الرقابة على النماذج ومؤهلات المشرف على هذا البرنامج الشخص المشرف على هذا البرنامج بداية نتكلم في الموضوع الأول وهو أهداف الرقابة على النماذج طبعا برنامج الرقابة على النماذج يسعى لتحقيق أهداف متعددة مختلفة منها التعرف على مدى الحاجة الحقيقية للنماذج طبعا ومحاولة إلغاء واستبعاد تلك النماذج الغير ضرورية المتكررة الغير صالحة الغير فعالة التي لا تخدم أهداف المنظمة والتي لا تخدم الهدف الأساسي الذي وجد من أجله هذا النموذج ثانيا التنسيق بين الأقسام والإدارات المختلفة في إصدار النماذج يجب أن تتفرع الأقسام في إصدار نماذج كل قسم كل مستوى يصدر نماذج معينة يجب أن تتوحد الجهود في عملية إصدار تلك النماذج منع الازدواجية في إصدار مثل تلك النماذج لتحقيق الهدف وتقليل التكلفة ثالثا وضع أنماط ومعايير لتصميم النماذج يجب أن يكون هناك أنماط ومعايير لتصميم النموذج يجب أن يكون هناك شكل أساسي للنموذج هيكل أساسي للنموذج يجب أن يكون هناك ترتيب للمعلومات ما هي المعلومات الثابتة وما هي المعلومات المتغيرة أيضا تخفيض التكلفة تخفيض التكلفة وذلك عن طريق البحث عن أكثر الطرق اقتصادا في عملية الطباعة والنسخ والتخزين والتوزيع إلى آخره أيضا التصميم الدوري والمستمر للنماذج يجب أن تكون العملية عملية مستمرة التعديل التحديث مستمر لهذه النماذج عن طريق دراستها وتحليل وتعديلها وتحكيمها بهدف زيادة الكفاءة في أدائها الوظيفة أيضا حصر النماذج وتسجيلها حسب التسلسل والتصنيف المستخدم يجب حصرها تسجيلها بشكل متسلسل كما ذكرنا أن تأخذ رقم معين بحيث يسهل الرجوع إليها بحيث يسهل الرجوع إليها هناك أيضا برنامج الرقابة على النماذج كيف يكون البرنامج هذا يجب أن يكون هناك برنامج خاص للرقابة على مثل هذه النماذج عند رغبة أي منظمة في إنشاء برنامج للرقابة على نماذج مختلفة يجب أن يكون ضمن خطوات معينة هذه الخطوات يجب أن تحقق أولا كسب تأييد الإدارة العلية لأن الإدارة العلية هي الأساس عندنا إدارات مختلفة إدارة العلية وسطة وتنفيذية الأساس هي الإدارة العلية لذلك نقول أن نجاح أو فشل المشروع يرجع إلى الإدارة العلية لأن تأييد الإدارة العلية للمشروع من أهم عناصر نجاح أي برنامج ويتحق ذلك بقيام الإدارة بالإعلان عن البرنامج هي تعلن عن البرنامج توضع أهداف البرنامج يتم التأكد والرجوع من قبل الأجسام الثانية إلى الإدارة العليا في أي استفسار في أي اقتراح إلى ما آخره طبعا جمع النماذج تصدر أو تصدر الإدارة العليا في المنظمة تعميما لجميع الإدارات والأجسام طبعا في حال إذا كان هناك أي تعديل أي عملية مناقشة لنقطة معينة تصدر الإدارة العليا إلى الإدارات الأخرى تعميم يطلب منها إرسال سرطين عن جميع النماذج المستخدمة في الإدارة المسؤولة عن البرنامج لتجمع هذه النماذج وتجمع اقتراحاتهم حول هذه النماذج لجمع نقاط الكوة الضعف وحاول التعديل على مثل هذه النماذج وملاحظة النقاط نقاط الضعف من كبل الإدارة العليا بعد تحليلها لتلك النماذج أيضا ترتيب النماذج بعد عملية تجميع العينات من النماذج تأتي خطوة أساسية هي فرز وتسجيل وترتيب النماذج حسب ترتيب معين طبعا يوجد هناك طريقتين أو أكثر لترتيب هذه النماذج منها الترتيب الرقمي والترتيب الوظيفي الترتيب الرقمي هو الترتيب الذي يأخذ رقم معين تسلسلي أو الترتيب الوظيفي الترتيب الوظيفي يتم ترتيب النماذج حسب موضوعاتها حسب الوظائف التي تؤديها مثل ترتيب النماذج الفنية ترتيب النماذج التعليمية الإدارية ثم تحليل النماذج بعد عملية الترتيب الداخلي للنماذج تبدأ عملية التحليل والدراسة لهذه النماذج حسب الترتيب الذي بيناه سابقا ويفضل أن تبدأ الدراسة بنماذج كل إدارة على حدة حسب أهمية النماذج يتم ترتيبها حسب الأهمية ثم دراستها وتحليلها ويقوم الكسم المسؤول عن النماذج بالدراسة والتحليل والتنسيق مع كل إدارة لجمع معلومات أكثر عن هذه النماذج لجمع معلومات أكثر عن هذه النماذج وإذا احتجنا معلومات إضافية يتم مراسلة الأقسام الأخرى عن هذه المعلومات والنقص في هذه المعلومات ويتم تزويدنا بهذه المعلومات ويتم إعدادها وتصميمها واستخدامها بشكل جيد حتى نصل إلى مرحلة أنه تم تحليل هذه النماذج بشكل جيد وتزيل نقاط الكوة والضعف وتزيلها داخل ملفات تفصل من حيث النماذج وبالتالي تصبح عندنا نقاط الكوة والضعف واضحة من خلال هذا التحليل نظام تطوير النماذج طبعا على دوء التحليلات والدراسات التي سبقت يجب أن يكون هناك نظام تحليلي جيد لهذه النماذج هذا النظام تلقائيا يؤدي إلى عملية تطوير هذه النماذج بصورة تلقائية بحيث تبنينا نظام جيد أسلوب علمي جيد هذا يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب والمنشود من هذه النماذج طبعا هذا يؤدي إلى استحداث نماذج جديدة أو دمج وتوحيد بعض النماذج من خلال تعديلها ومن خلال عملية تحكيمها ويؤدي ذلك أيضا إلى إلغاء بعد النماذج ويؤدي ذلك يؤدي إلى تطوير هذه النماذج ستحقق بعض الميزات التي من أبرزها أولا البساطة والكفاءة والفاعلية في عملية إجراءة استفاء البيانات والمعلومات للنماذج وتعبئة البيانات الناقصة للمطلوب تعبئتها من قبل الجمهور أو من قبل الأفراد وكذلك استخدامه وتداوله بصورة مرنة جيدة ثانيا الكفاءة في كراءة النماذج واستخدامه وحفظه وسهولة الوصول إليه إذن عملية الكراءة للنماذج تصبح أسهل استخدامه أسهل تعبئته أسهل حفظه والوصول إليه بطريقة أسهل أيضا التنميط والصلاحية والكبول العام لمظهر النماذج بحيث يعطي المظهر الأول للنماذج صورة جيدة محبدة للأطراف الآخرين لهذا النماذج من حيث شكله من حيث نوع الورق من حيث الخصائص الميكانيكية كالتجليد التخريم إلى آخره تعطي نظرة جيدة لهذا النماذج تساعد الشخص الآخر على تقبل مثل هذا النماذج وتعبئته بصفة شخصية تكون مقتنعة وراضية عنها مثل هذا النماذج